السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو جديد لترجمة نانسي قنقر لكم أحسن صحة وعافية وتكون إن شاء الله بخير وعلى خير لا ننسى نبدأ فيديو الصلاة على سيدنا محمد اللهم صل و سلم وزيد و بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كيف وعدكم من قبل نشارك معكم إن شاء الله عروض أخرى وعروض وطنية فبالنسبة لهذه العروض كيف تشاهدون في الصورات تاريخها ستكون نهار ثلاثة سبعة وعشرين شهر سبعة يعني الأسبوع القادم من غير الأسبوع اللي فيه إن شاء الله العيد الأضحى فكيف قلنا عروض وطنية يعني عروض كتكون في المغرب كامل في أي محل ديل بيمكن في المغرب أي محل ديل بيمكن قريب لكم إن شاء الله كان بغي دائما نشكركم على التشجيعات ديلكم والناس اللي يشاركونا الآراء ديالون فمشكورين وكان بغي نرحب بالناس الجود أول مرة تشاهدوا القناة دينامس وشتركوا معنا وفعلوا الجرس نبدأوا على بركة الله لكي تشاهدوا العروض اللي كنا معنا اليوم فأول حاجة كنا معنا كنا معنا دقيق ممتاز من القمح الطاري خمسة وعشرين كيلو وثمان ديل هذه الخنشة ديال هراج قريبا يعني ستاشر مياه وخمسين ومن بعد كنا معنا أيضا كنا معجانة فكنا هذي بحل شكل ديال سباكيتي وكنا وحدة كيف كان نسميها بحل شكل ديال جايبة فبالنسبة لهذا فيهم سكيلو في كل وحدة ديال سباكيتي ديرات قريبا 10 درامونس واخره ديرها 14 درهم أيضا كنا معنا بطاطس مجمادة من قطعة على هذا الشكل هذا بحل مكعبات صغار فهذه العلبة فانس كيلو وثمان ديلة كدير 24 درهم أيضا كنا معنا جوبنا ديال كيري 12 قطعة ثمان ديال هم كديرو 18 درهم بالحوج اللي كنين أيضا كنا جوبنا ديال الموزاريلا فهذه فيها تقريبا 10 كيلو 450 جرام وثمان ديال هم كدير 25 درهم 500 دريال أيضا كن غنشوفه أيضا كالجوبن كالفرماج فكنا الفرماج ديال صندويش اللي كي كونكاري فهذا فيها 24 قطعة وثمان ديال هم كديرو 16 درهم وثمان ديال يعني 320 كين أيضا واحد العلبة فيها 750 جرام ديال الموزاريلا قرمش بالشوكولة والبندق فهذا التمان ديال هم كيديرو تقريبا 26 درهم يعني 530 ريال أيضا لانشون جوج ديال العلبة 350 جرام في الوحدة فهذا تقريبا 16 درهم 320 ريال وكين أيضا علبة 800 جرام ديال الموزاريلا تقريبا فهذا التمان ديال هم كدير قريبا 23 درهم يعني 470 ريال هنا كين معانا باكدو غلاس سي بريم فيها 4 والتامان ديال هم كيديرو تقريبا 30 درهم أيضا كين شكولات كين معانا كيك مغطة بالشوكولات في واحد ساشي تقريبا 100 جرام منسبة لها تقريبا 9 درهم 180 ريال كين أيضا شوكولاتة مغطات بالحالي بوا جوز لهند 25 درهم فيها تقريبا 57 جرام أيضا كين معانا كيك مغطة بالشوكولات تقريبا فيها 400 جرام فكين كريم كاكاو وهذا كيف قلنا تقريبا 25 درهم أيضا كين معانا بيسكويت سواء كين ديال شوكولات بالحليب او لا شوكولات نوار فهذا كين قريبا 16 درهم من بعد كين أيضا هدا صفحة تانية الكاتالوج تاني فيه منادي الورقية بابي طوالت 18 رولو 48 درهم تقريبا مجموعة ديال خاصة بنيسا فهدو ديرين تقريبا 25 درهم كيف تشوفوا في الصورة باكي تكون ثلاثة ديالي بيس أيضا كين هدو هدو فيهم تقريبا 26 بيسا هدو ديرين با با 20 درهم من بعد كين معانا أيضا جيلدوش بنسبل هدو فيه تقريبا سيدرو تقريبا تقريبا 15 درهم ففيه عطار مختلفة فرايز زولة الكوكو مجموعة ديال جوز صابون سائل تقريبا عطار مختلفة تقريبا 15 درهم هنا كينين أيضا من هدو فيها 370 ميلي لتر أيضا كين واحد المعطار هنشوفه هدو في الصورة هدو فيه عطار مختلفة فكين خزامة كين سيطرون كين بزاف ديالعطار وهذا تقريبا هدو فيها 500 ميلي لتر برا الشاشة دياله فهدو هدو فيه تقريبا 15 درهم هنا كينين أيضا مناشي فورقية برا الشاشة ثلاثة وكين ايضا هنا اكياس ديال القمامة مع الطرين فهدو دياله 35 دره 40 بياسة ب 27 درهم هنا ايضا كين معانا مجموعة ديال مجول الأسنان ديال الكريست بالنسبة لهذا كينديرو 30 درهم هدو هدو مجموعين بحلقك هنا كين موزيل الماكياج ديال كارني جوج ديال القنينة شفيهم تقريبا 400 مليلي لتر في الوحدة ثمان ديرهم هدو عندهم هدو بجوج بستو 70 درهم من بعد كينين معانا ايضا مجموعة ديال الكيسان ديال اتشاي 12 كاس فهدو ديرين تقريبا 65 درهم ايضا 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 الحلاقة كييجي مع غازواخ 20 دير فهذه سيتلقا هدو عندهم 74 درهم ديالها ماركجيلت ماركة عالمية ايضا كينين جفاف خمسة جفاف سبعة درهم 34 سنتيمتر على 34 شكلهم مربع هناك أيضا جوجة جوجة تنظيف 10 درهم منظف 30 درهم 30 درهم فك الحمد وخزامة هناك أيضا 16 درهم يعني 300 درهم فبنسبة للعروض جوجة الكاتالوجات جوجة الصفحات سيكون إن شاء الله كيف قلنا نهار ثلاث ثلاث ليس هذا اللي قدامنا ليس هذا العيد وإنما الثلاث اللي بعده نهار سبعة وعشرين شهر سبعة وغادي يكونوا في المغرب كامل فتنش مننا بطبيعة الحال وكيف العادة الشرح يكون أعجبكم ونكون ساعتكم فباش تعرفوا على العروض اللي غاديتكم إن شاء الله وكان بغي دائما نشكركم على التشجيعات ديركم ودعم ديركم لنا وكان بغي نشكر بزا بدي الناس اللي يشاركونا التجربة ديرهم فبالتجربة ديرهم إحنا كاملين كنستفدو وكان بغي نحيي ورحب بالناس الجدود لأول مرة تشوفوا القناة ديرنا كنقول لهم ما تنسوا تشاركوا معنا وتفعلوا الجرس باش دي ما يوصلكم الجديد تي القناة إن شاء الله هذا هو الأخير دي هذا الفيديو اليوم نتمنى نلقاكم إن شاء الله في قادمة نعرض بأحسن صحة وعافية تكونوا إن شاء الله كاملين بخير وعلى خير شبارك الله عليكم وعيد مبارك سيد